قول أدلتي حتى دخول اليهود والنصارى الجنة يستغرب هذا هذا ليس قولي الذي الله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أمانيها الكتاب من يعمل سوءا يجزبه وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم الكلمة السواء التي قال الله عز وجل إن شاء الله شيخ الدمشقية صحيح لإذا أخطأت لأن الحفظ ما ضعيف ما هو مثل الشيخ الدمشقية يقول الله عز وجل قل يا أهل الكتابي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولم نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا شهدوا بأننا مسلمون هذا الحد الأدنى من الإسلام عبادة الله وعلى أن يتخذ أربابه كذا الإيمان بالنبي هو صحيح الآن الإيمان بالنبي هو الرسالة الخاتمة الطبع الخاتمة إلا أن الإسلام لفظ يشمل جميع أتباع الديانات السابقة حتى وإن تسموا يهودا وفي القرآن الكريم في آل عمران ومن أهل الكتابي أمة قائمة ويثني عليهم اعتبر هذا اجتهاد اعتبر أن هذا اجتهاد طيب المشرك لماذا؟ طبعا للأسف أني دخلت يعني ما عندنا الموضوع الصحب بقي ما عندي خمس دقائق بس حتى أخفف على الشيخ يعني بعض التغريدات ربما استغربها لماذا في صحابة في النار مثلا؟ هذا ليس قولي أيضا في الصحيحين يذالئ ناس عن أصحابي فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقل إنك لا تدري ما أحدثه بعدك في ألفاظ أخرى إلى أين؟ إلى النار ماذا؟ لأنك لا تدري ما أحدثه بعده هذا في الصحيحين إذن أليس هناك صحابة في النار يعني في صحابة وفي تابعين وفي الجنة في صحابة وفي تابعين في مسلمين وفي ناس ما بلغهم مثلا بوذي بوذي ما بلغه الإسلام أن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن الله هذا فكر ما يعرف هو الأخوة السلفيون ما يعرف حتى المسلمين ما يدخلهم الجنة ويترك عدد غير المسلمين حتى بينهم بين إذا افترقت الفرق السلفي سبع فرق كل واحدة الثانية ما تدخل الجنة نحن نريد نخرج من هذا القمقم إلى رؤية أعلى رؤية دينية لله من أجل الله من أجل السلم الاجتماعي ومن أجل السلم بين أهل السنة أنفسهم بين السنة والشيعة بين الصوفية والسلفية نحن وطن واحد فيهم كأنهم يتحدثوا كأننا وحدنا كذا عندنا مغاطنين شيعة واسماعيلية وصوفية وأشاعر وربء لبراليين لا بد أن تعرف الحرية في القرآن الكريم لا يكره عندي كتاب في حرية الاعتقال في الكتاب والسنة من بدل وسعه ملحد مثلا بدل وسعه ولم يأتي مات قبل أن يصل للإسلام وهو يبحث هل هناك إلامة ماتة الله لا يكلف ونفسه لوسعها اعرفوا عدل الله هذه قضايا طبعا يسعدني أن الشيخ إبراهيم يناقشها لكن يا ليت في غير الصحبة والصحابة ما عندي والله أي مانع أقسم بالله ما عندي مانع كل تغريدة إما أن أكون خطأ أقول خطأ هيدا كان كذا أقول والآيات التي ذكرتها في أهل الكتاب قرآنية ليس بآمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سؤال جزبك كأنكم أول مرة ربما تسمعوها الآيات في المائلة وفي البقرة أيضا عندما جمعهم ولم يشترط الإمام بالنبوة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الله ليس نسيا ما نسي الله حتى يقول وآم بالنبي من فعل هذه فلهم أجرهم عند ربهم هذا قرآن هذا ليس من عند حسن المالك لكن المشكلة الغلو يجعل فرقته فقط هي في الجلنة والباقي في النار وماذا أفعل به إذا ما رجع الكتاب أنا رؤيتي فوق المذاهب نفس الشي في الغلو عند الشي ما يدخل للجنة لمحبي عالو بن طالب أنا ما أوافط يعني إلى اللحظة باقي باقي لا لا توقف حتى أسألك لا حتى أفهم لا حتى أفهم تقف الوقت تقف الوقت يعني يفخني الشيخ يا أخي الله يعني من يتلقى القرآن بتلقائية من الوثنيين والملحدين يدخلون الجنة كذلك أعد أعد من يتلقى القرآن بتلقائية يتلقاه تلقيا هل يدخل الجنة من الوثنيين والملحدين على هذا الطرح ما فهمت أنت تقول الآن القرآن وهناك من يدخل الجنة من الملحدين والنصارى والوثنيين هل هذا بالتلقائية يعني عندما يتلقى القرآن ويدخل الجنة بسبب تلقيه القرآن لا أبدأ الله ما أعرف السؤال لكن سأجيب يعني لا سأجيب طيب الوثني الآن وثني في الهند يعبد بقر أو كذا في حي من الأحياء عايش ما يسمع عن الإسلام يرى المسلمين يرى أن المسلمين كلها خلافات وقتل وكراهية وتكفير ما ينتبه ما بيعرف الإسلام إلا خلاص يقول دينه هو أفضل ما عنده يعني نحلهم القرآن بين أي دين ونحن بين صفحات القرآن ما فهمناه كيف تبغلنا الهندوس يفهموا فهم معذورون إذا تجنبوا القتل الأخلاق العالمية الكبرى الصدق والكذا يعني القتل والغش وكذا هذه أخلاق عالمية كبرى إذا تجنبوها فقد بدلوا وسعهم الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا قول الله هذه الرؤية الإسلامية القرآنية أنا باحثها في القرآن في حرية الاعتقاد وغيره هذه بحتاج إلى مناظرات غير هذا طبعا هذه صدمة أنا عرف أنها صدمة لكن يا أخوان الله يبارك فيكم أنا لا أعلق قد أعلق تعليقات تكون صادمة لكن لها أدلتها اعتبرني مخطئ يا أخي أفضل من أن تحشر الجميع الآن الذي يحشر الجميع في النار وهو فرقة في الجنة يعد ممتاز والذي يعرف رحمة الله وعدل الله بالله لو كان واحد مننا هندوسي في حيدر أبات طيب ما يسأل ما لا عنده قرآن من مزرعته السوقه وما كذا ويموت ويدخل النار أين عدل الله هنا لابد أن نفهم أن الله رب العالمين ما اسمه رب المسلمين ولا رب أهل السنة ولا رب الشيعة الله رب العالمين يعني هي قضايا ممتازة يا شيخ إبراهيم والله يقضى بس أريد وقت آخر يعني غير الصحب والصحابة كذلك في لأن الفكر الغلاه والفرق والتناحر يعني خرب علينا ديننا تماما أصبحت القرآن عندنا مهجور وعندنا حديث حديث مثلا حتى في صليح مسلم حديث موضوع في صليح مسلم من طريقة يبرد عن أبي موسى أنه إذا كان يوم القيامة يؤتل المسلم بيهودي أو نصراني ويقال هذا في كأكك من النار اتقوا الله الله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء نفزبه هنا عدل كامل في القرآن أما هذا الحديث يقول للمسلم ارتاح إذا يوم القيامة وتوردت وقتلت وكذا في يوتلك بيهودي أو نصراني تقضى في النار هذا في كأكك من النار وتروح الجنة هذه الأحاديث المرويات هي التي أقول ما هي السنة التي أخذها السنة التي تشبه القرآن تشبه عدل القرآن تشبه المعرفة المشكلة الغضب الآن وسوء الظن متلب لبستنا المذاهب بسوء الظن ما أحد يعرف أحد ولا يجلس معاه ولا فلذلك نحن بحاجة التواصل لماذا أحتسب وأتحمل كل ما يعني يقاله ما أشاء الله القناة حتى ما تقصره واش رغسائل لابد أن نبذل من جاهنا لله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون هذا الجاه إذا ما بذلنا لله لن يكون أبدا يعني لنا عند الله رضا يعني بعض الناس يقول سأبذلوا من علمي من مالي ولكن جاهي لا ما يسمى شيء الله يهدينا جميعا الله يوضي